وقد انتهى المجلس إلى ما يلي أولا الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة ثانيا تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة وسياسة الشباب في الجمهورية القرغيزية ثالثا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والتراث الثقافي في جمهورية أوزباكستان رابعا تفويض مغالي وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط والاستثمار في جمهورية فتنامي الاشتراكية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر خامسا تفويض مغالي وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب النمسوي والجانب الجورجي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية وكل من الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا سادسا الموافقة على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع جامعة شيكاغو في شأن مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية وجامعة شيكاغو سابعا الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ثامنا تعيين المهندس مازن بن محمد جوهر وتجديد عضوية الأستاذ محمد بن عبدالله العلي والمهندس عمر بن صالح بازهير في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز تاسعا الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخمسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو التالي ترقية محمد بن عبد المحسن بن متعب الحسيني لوظيفة وكيل أمين بالمرتبة الخمسة عشر في أمانة المنطقة الشرقية ترقية محمد بن عبدالله بن ناصر الفريجي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخمسة عشر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ترقية صالح بن سليمان بن ناصر الهزاع إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الرياضة تركية الدكتور عبدالله بن مرشد بن مناع العتيبي إلى وظيفة مستشار هندسة معمارية بالمرتبة الرابعة عشر في وزارة الشؤون البلدية والقروية تركية المهندس فيصل بن عواد بن سليمان الحويطي إلى وظيفة مستشار تخطيط مدن بالمرتبة الرابعة عشر في أمانة منطقة تابوك تركية المهندس مسعد بن عيد بن مسعد العطوي إلى وظيفة وكيل أمين بالمرتبة الرابعة عشر في أمانة منطقة تابوك كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول اعماله وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات